السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم محب كناتو مبلاق البور سعادية دلع كرشك دلع نفسك صباح سعيد يوم جديد على عيني وعلى عينكم النهاردة هنعمل اكواب موسي الأوريو حاجة كده مش قادر اوصف شوكولاتة تقريم شانتي بسكوت بالزبدة بصي هتاكل كده مش قادر اقولك يعني ان لسه هحطه في التلاجة عشان تتفرجي على المنظر حاجة كده بجد و هتعجبك جدا و هتعملها في البيت هتخلي السكر بتاعها مظبوط بجد بجد انا واسقل الوصفة ده هتعجبكم نخش على المقدير و نخش على الطريقة و لو عجبتك الوصفة هنعمل اعجاب للقناة و نشارك فيها و نفعل الجرس و ما تنسوش تدعموا مبلاق لان هقدم لكم الوصفات اللي هتخلكم مش تعرف تتحركوا من مكانكو من جمالها يلا بينا الوصفة بتاعتي سهلة و جميلة قوي كل اللي هستخدمه النهاردة فيها هستخدم البوريو اي نوع بسكوت اللي هو بيبقى مغلف الشوكولاتة و حواليه في المص كريمة يعني انا ما ارزمتكيش اللي انت تجيبي نفس النوعية دي هاخد منها مثلا يعني هقول لك خمس بواكي او احتاج عشر بواكي نعمل على العشر بواكي انا لو عايزة تقسيم انت المقدار يقسيم مياه مثلا انا هعمل كمية اكبر وهبتدي افرمهم في المفرامة او ادقهم او اطحانهم بايدة او اكسرهم باي حاجة انت تحبيها حطيته في المفرامة بتاعتي طبعا انا ما اجزمتكيش تجيبي نوعية الوريو بس لا انا بقولك هاتي اي نوعية انت تحبيها بس يكون فيها بطريقة اللي قلتلك عليها او قدرت انت تقوم بتهاية الوريو انا اعزاج كده بالقوام النعم او كده امتري ابقى من اقابل اجيب بالطبق بتاعي وهطحان بايدة الكمية اغط اضحان بقى بقى الكمية هبتدي بقى احط على الخليط بتاعي معلقتين زبدة سايحة بس ما يكونش كتير ولو انا احتاجت بعد كده هحط في الخليط انا مسايحهم بس احطتهم في المايكرويفل اللي انا دفيتهم شوية عشان اقدر احطهم على الخليط بتاعي واقلبهم كلهم مع بعض ولو حسيت اللي البسكوت بتاعي محتاج كمان انا عايزة بقى منادي زي حبة الرملة هقوم ازود كمان معلقة زبدة اقلب لحد ما احس اللي الزبدة كلها اتخلطت مع البسكوت اللي ينفع البسكوت بتاعي اشكله ويبقى ممتص المياه زي النادة كده الرملة كده لما بينزل عليها النادة مش بتبقى كده الحبات بتاعيتها بنادية انا عايزة البسكوت يبقى بتاعي بالطرقة دي انا طبعا عاملة كمية كبيرة انت لو حبيت تقلل الكمية قليليها انا عايزة بقى ملات زبدة انا عايزة بقى ملات زبدة انا عايزة بقى ملات زبدة عايزة بس افرقه على حاجة هو هاو المادة وبقى جميلة هاو انا بقى عايزة اللي شوفي بيعمل ازاي هو ده اللي انا عايزة مش عايزة لكن ابتدي بقى ايه اجيب كبايات علب اي حاجة عايزة تحط فيها بس انا بحب احط الكبايات شفافة عشان المنظر اللي احنا هنعمله يبقى زي ما بنجيبه جاهز من بره هفرق اهو بجيب اكواب زي دهية بغطى او علب محكمة بغطى بتبقى جميلة جدا فيه يعني بتبقى حلوة اوة 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 عشان لما نيجي نحط الاشكال والرسومات اللي فيه بتبقى تدي منظر جميل ليه هبتدي اجيب الكبايات بتاعتي وهشوف انا هعمل كم كباية انا مش عايزة اقطر في الكباية من تحت يعني هو يدوبك معلقتين خفاف فيه الكبايات بتاعتي معلقتين خفاف كده بس عشان يبقى كل الكمية محكمة هبتدي بقى اضغط بكباية تانية مش عارفة انتو شايفين اهو بضغط بكباية تانية لازم لازم اضغطه انا عايزة يبقى منتماسك تحت تمام كده انا خلصت الكبايات بتاعتي هبتدي بقى اعمل الخطوة اللي بعد كده اه الخطوة اللي بعد كده بقى هجيب كبايتين كريم شمطي او حسب الكمية اللي انت عاملها اه كباية الكريم شمطي هحط عليها اه نص لبن يعني هحط على دول كباية لبن ساعانة او كباية مية عايزة تدعميها باشطوب زبدة يعني ده الميكسر حسب راحتك دي كباية كمان وادي كباية تانية ابتدي بقى احط لبن ساعان كباية لبن ساعانة كبيرة احط بقى كباية لبن الساعانة ابتدي بقى اضرب كل المكونات ده اهيت ابتدي بقى اضرب كل المكونات ده اهيت انا لسه هحط علي مكون هيخليه يزود السكر بتاعه فبرجح اللي ما تجيبيش اللي هي الباكتات هات الكريم شمطي اللي هو المسخ العادي السايب عشان ما بيبقاش في سكر لان احنا لسه هنحط فيه بسكوت هندعمه فمش عايزونه يبقى السكر بتاعه آآ لازع عايزة بقى ادعمه عشان يبقى طعمه كريمي ممكن تزاودي قشطة آآ ممكن تزاودي قطع آآ جبنة نسطن او جبنة كريمي بتدي مزاق رائع 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 كريمي كده مع الكريم شمطي هنزل بقى بمقعبات الجبنة نسطن بتاعتي او قشطة او كريمة بصي آآ بتدي طعم او جبنة كريمي او اشتغ اضيفها وكل اللي بيتفرج عليها لان ا行ى هذا الشيء صعب عليهم لكن الديم بالفكوري يزيد شراء مزحور شخص ما انتم اخبار تستيقظ على المال سأجهب البولا الى المال اللي كنت مكسرة فيها البسكوت بالزبدة بينما الناس ستصر البسكوت تحت ناعم وانزل الى البولا بتاعتي وانزل عليهم بحبة زبدة عشان كده طلبت من حضراتكم اللي احنا ما نحطش في الكريم شنطية سكر عشان السكر بتاع البسبوت هو اللي هيزبط لي في الدنيا وبس كده ابتدل بقى انزل بقى على الكريم شنطي بتاعي نحن هنولعها هنولعها اجيب بقى الكريم شنطي قدل بسكوت بتاعي بصي ميكس رائع مش عارف انتو متخيليني الميكس ده ولا مش متخيليني عرفتوا بقى لما انا قلت لكم بلاش نحط فيه السكر او نجيب اللي هو الجاهز عشان قطع البسكوت هي اللي هتحله لي وفي نفس الوقت مردش هتحان قطع البسكوت جامد عشان عايزة قطع البسكوت وانت بتاكل كده الكريم شنطي قطع البسكوت ايه تدمدغ فبقك يبقى لها طعم بكده انا خلصته هبتدي بقى احط في كباياتي هبتدي هبتدي اجيب الكباية بتاعتي اي كيس تلاجة بقى عندك او اي كيس حلواني بس بقى لو كيس حلواني مش هحطوله البسبوزة الحديد اللي من تحت عشان هتعقلي الدنيا عشان عندي بسكوت آآ قطع انا عاملا بالكيس اللي عشان آآ انزله بطريقة حاجة يعني شايفة بسم الله عايزة ازبط الكباية بتاعتي اللي هي اللي الكباية بتاعتي تبقى كلها بالمنظر دوت هبتدي طبعا احط الكمية اللي انا حباها في الكبايات كلها وارجع لكم كده الكبايات بتاعتي هبتدي اساويها كده عشان لسه هنشتغال فيها تاني هنشتغال فيها amir يلا كده خلصتو عندي بواقي بسكوت بالزبدة احطو كده على الوش انا لما حطيت ميكس البسكوت ده بقى اللي بالزبدة عشان اضغط به عشان لما اجي انزل بالشوكولاتة بتاعتي ما يبقاش في ايه اي مشاكل اعبل ما هعمل الشوكولاتة بتاعتي انا هضغط كل المكونات كده اعبل ما هعمل الشوكولاتة بتاعتي هسيب دول في التلاجة يجمده شوية تمام هبتدي بقى اديب علبة شوكولاتة اهي باكسرها بس عشان تبقى سهلة معايا لما نيجي آآ نسيح وهبتدي اجيب كريمة خفق احطها معا بس اكون مسخنها قوي يا امتا كوباية لبن واحط لها معلقة زبدة آآ يا كوباية لبن ومع لها معاها اشطا بس بصراحة المستحسن كريمة الخفق وايان يكون كله بيقدي نفس المفعول هسخن كريمة الخفق سخنت كريمة الطهر واحطها كده على الشوكولاتة وابتدأ اقلبها طبعا هتسيح وهات ايه بس لحد ما الشوكولاتة بتاعتي تسيح شايفيني الشوكولاتة بدأت تسيح معايا خالص ازاي وبعد اقلبها كده لحد ما حس اللي كل الشوكولاتة بتاعتي سحت مع كريمة الطهر لسه في كتلة الشوكولاتة ابتدي بقى عشان ادي لها اللامعة احط لها معلقة زيد خفيفة او معلقة زبدة وانا طبعا كله بايز يبقى هنحط ايه زبدة يلا ان شاء الله محدحاوش ابتدي اسيبها تايدا شوية عشان ابتدي انزل بيها على الكوبات بتاعتي منفعش انزل بيها على الكوبات بتاعتي وهي سخنة كده حاجة بصي اه العشق رغم كده انا بحبش الشوكولاتة بس بجد الوصفة دي اه حبيتها جدا وكلت منها انا مش مصدق نفسي اصلا نبتدي بقى الكوبات بتاعتنا نحط فيها الشوكولاتة بسم الله مش عايزة بهادل الكوباية حاجة كده رأيوكم ميكس صعب يعني ميكس صعب اللي انا اتكلم عنه اهو لسه بقى اتركتنا نفتح واحدة اوليو كده انا اللي هتعلي كده يا بطة احطها كده ايه رأيكم في الميكس ده حاجة كده مش عارفة الكلمة ارجو لو اعجبكم الوصفة نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس واكمل باقي الاكواب بتاعتي وانتظروني في كل جديد مع مبلال البورس عادية دلع كرشك دلعي نفسك اشتركوا في القناة